ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تواصل اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة اجتماعاتها للاستماع إلى عدد من الوزراء وخلال اليوم الثاني استعرض السادة الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة والتي تضمنت شرحا للعديد من الخطط التي تضمنها برنامج الحكومة وأبرزها زيادة الانتاج الصناعي ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي وتوفير نحو ثمانية ملايين فرصة عمل في مجالات الصناعة المختلفة وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتوفير احتياجات السوق المحلي وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وتشيل منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الإجراءات على المثثمرين وتنفيذ شراكات مع المثثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة يتوجه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اليوم إلى جبوتي ومقدشيو على أولى رحلات خطوط النقل الوطني المصري وذلك تدشينا لخط طيران المباشر بين مصر وجبوتي ومقدشيو وهذا بمشاركة وزير طيران مدني سامح الحفني وممثلين عن عدد من الجهات المصرية المعنية وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن عبد العاطي سوف يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الجبوتي في إطار التشاور والتنصيق المستمر بين الجانبين ثم يتوجه بعدها للعاصمة الصومالية مقدشيو حيث سيعقد جلسة مشاورات ومؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الصومال احتفالا بهذه المناسبة الهامة وقال لبحثه سبل تعزيز التعاون بين البلدين والتنصيق بشأن عدد من الملفات الهامة ذات الأولوية قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الحرب في غزة ينبغي أن تنتهي الآن وأن لا يكون هناك احتلال إسرائيلي للقطاع بعدها وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عقب قمة لحلف شمال الأطلنطي النيتو أضف بايدن أن إسرائيل وحركة حماسة قبلتها بالإطار الذي ترحوه لوقف إطلاق النار في غزة وأتابع بايدن أنه لا تزال هناك فجوات يتعين سدها مشيرا إلى أنه مصمم على إنجاذ هذا الاتفاق ووضع نهاية لهذه الحرب دعا وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت إلى إجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات الإسرائيلية في أحداث السابع من أكتوبر وأضف جالنت أن التحقيق يجب أن يشمل هو نفسه ورئيس الوزراء بن يمين نتنياهو مشددا على ضرورة أن يكون التحقيق موضوعيا وأن يشمل جميع من يتخذون القرارات ومن ينفذونها أي الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية ذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن سفينة تجارية أبلغت عن انفجارين على بعد نحو 21 ميلا بحريا غربي المخى باليمن وأبلغت السفينة شركة أمبري بأن صاروخا سقط في الماء في منفجر آخر في الهواء وأضافت أن الانفجارين وقع ضمن مسافة نصف ميلا بحري من السفينة وتعمل أمبري على فحص مد ارتباط السفينة بالجهات التي تقول قوات الحوثي أنها أو إنها تستهدف سفنا على صلاة بها طالبت الجماعية العامة الأمم المتحدة روسيا بسحب العسكريين وغيرهم على وجه السرعة من محطة زبوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا وإعادتها إلى السيطرة الكاملة للسلطات الأوكرانية ووفقت الجامعية العامة التي ضدهم 193 عضوا على قرار بهذا الشأن بأغلبية 99 عضوا مقابل اعتراض تسعة أعضاء وامتناع ستين عن التصويت وسيطرت روسيا على محطة زبوريجيا وهي الأكبر في أوروبا بعد فترة وجيزة من بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022 سنيني وايشريين